يا احنا يا احنا يا احنا يا شربطات يا احنا الكبايات يا احنا يا ملح بريمو يا احنا يتبع بالكيلو يا احنا يا ملح امهات يا احنا العربيات البخت كل سنة وانتو طيبين وبالسحة والسلامة يا رب العالمين النهاردة بقى طريقة نوجة في الكحك حط لايك يا البختك وتعالوا بقى ايه مع بعضين اعرفكم طريقة الكحكي اللي انا بموت بموت فيها وبعدين طريقة سهلة وبسيطة جدا وهديكوا كل التركات اللي هتطلع معاك الكحكية نعمة جدا 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 وطرية وجميلة في جلبك والله في جلبك يلا يا البختك انا دلوقت هعمل مقادير تلاتة كيلو من الدقيقة تمام والمقادير دي يا جماعة ممكن تعمليها على كيلو على خمسة كيلو يعني هتقللي او هتزوجي يعني تمام عشان بس ايه تبقوا فهميني اول حاجة معايا كده تلاتة كيلو من الدقيقة وانا بحب دايما في الكحك بتاعي واي مقبوزات بحب دقيقة الضحة ممكن تجيب اي نوع اي نوع دي يكون للمعجنات يعني يكون مخصوص للكحك والباس كويت معايا كده تلاتة كيلو من الدقيقة ومعايا كمان على كل كيلو دقيقة باخد حوالي نص كيلو من الزبدة عسمنا او زبدة بس او سامنا بس اللي انت حبايا اللي هينجح معايا الكحك بتاعك ان نوع دي بتاعك يكون حاجة كده ممتازة تمام هنا انا حطيت معايا تلاتة كيلو من الدقيقة وتعالوا بقى نعمل مع بعض دلوقت ايه الخميرة بتاعت الدقيقة معايا هنا حوالي نص كيلو من الحليب الدافي تمام وحط عليه معلقتين كبار من السكر وهخمر بس الخميرة دي وبعد كده اقول لكم الحاجات ايه المواد اللي هي ايه الجفة وبعد كده يا قلب اختك هجيب خميرة انا هحط برضو معلقتين من الخميرة الفورية يعني حوالي هي كس الخميرة الفورية بيبقى حوالي معلقة يعني فتحط كسين يعني بس انا عشان بجيبها كده بالنص كيلو بالكيلو الخميرة وبتفضل عندي وبشلها في التلجة باستخدمها في اي حين تمام هبدأ ادوب بقى كده الخميرة مع مع السكر والحليب وهنا طبعا هتلاقوني متزولة ليه لان ولادي كلهم معايا وكلهم عايزين بقى يساعد وكلهم فرحين فرح فرحة العيد وكده فانا بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه تمام حطيت هنا رشة من الملح كده على الدقيقة دي بتعادل الطعم جدا جدا ودي مهمة جدا جدا وجبت كمان بعشرة جنيه سمسم محمص تمام واحطه كده بالشكل ده السمسم يكون محمص عشان انا هعمل الكحك على البارد مش هعمله على السخنة تمام فانت برضو اللي يريحك بس الطريقة دي مش هتسليها يطلع معاك الكحك دايب وهنا معايا ريحة الكحك حابة تحطي برضو حطي مش حابة خلاص انا حطيت حوالي معلقة من ريحة الكحك وحطيت حوالي تلات معالق من السمسم المحمص تمام وحط حوالي معايا تلات معالق من اللبن البودر وعايز اقول لكم اللبن البودر برضو كل حاجة انا بحطها بتبقى فرقة في الطعم وفي الشكل جدا طبعا لون الكحكية بيطلع معاك كده لون مميز جدا ولون الكحكية تحسن هي دهبي كده فده من الحليب البودر يعني تمام تمام وبعد كده يقلب اختك المرحلة الاخيرة هحط معالق كيس بيكنج بودر واحد يعني عالتلاتة كيلو دي هحط كيس بيكنج بودر واحد بس علشان يعادل برضو معايا تبقى الكحكية هشة جدا من جوا وهنا بقى دونس بيناولني الحاجة انا عملا اقول له لا هو كيس واحد كفاية وهنا هنقول بسم الله وهنا طبعا السمنة بتاعتي او الزبدة بتاعتي دي بدرجة حرارة الغرفة طب انت مستخدمها نوع السمنة اي يا نوجة انا يا عمري دي السمنة زبدة بلدي الهي النوزلاندي دي نوزلاندي على سمنة بلدي النوعين عشان انا دايما الكحكي بتاعب ان هو ايه بقى ليه طعم قوي تمام انت ممكن تخلطي السمنة بتاعتك مفيش مشكلة ممكن تحطي سمنة بلدي صافي لو عندي كل ما بتحطي جودة الزبدة بتاعتك كويسة كل ما الكحكي بتطلع معاك طعمها بيفرق جدا عشان كده ممكن تدوقي كحكي في اي مكان يعني مش معنى ان انا عملا كحكي وغيري عملا كحكي فكله بيبقى طعم واحد لا كل كحكي بيبقى ليه طعمه اهم حاجة بقى في الكحكي ان انت تبسي كويس يعني يبسي يعني تمسيك الديئة كده وتشرا بيها زبدة لحد ما تشبع منها خالص عشان يطلع معاك الكحكي حلوة ومسكة نفسها لازم انت تبسي الكحكي جامد وبعد كده هنحط حوالي نص كيلو من الحليب على الخميرة زي ما انت شايفين والسكر وبعد كده مش هاجن خالص انا هحاول ادخل الحليب بتاعي جوه العجين وبس كده حبيبة قلبي لو حسيتين نشف معيك سنة ممكن تزاودي معلقتين لبن على معلقتين زبدة تمام ما تزاوديش مية ما تزاوديش سوايل لان السوايل بتخلي الكحكي بتاعك يحجر تمام انا هنا بعمل ايه بدخل المادة السيلة جوه العجينة من غير معجن جامد عشان العجين الجامد بيخلي الكحكي تنشف جوه الفرن واينا بقى خدت ولادي واقعدين بقى ايه بنعمل بقى كحك العيد يا باسكياويت يا احنا اوعي تنسى تشايري الفيديو انا عارفة ان الفيديو ممكن يكون طويل بالنسبالك او مش وصفة ان هو سريع انا ما سرع الفيديو كده لانا سايباكوا تشوفوا الاجواء انا اهم عندي من الوصفة الاجواء والوصفة برضو ان انتو تعيشوا معايا كده اجواء العيد وتعيشوا معايا كده اجواء الكحك والحاجات دي وقليلي بقى كده اكتبيلي في الكومنتات انت بتعملي كحك انت ولادك في البيت ولا اهم بتشتري جاهز عايز اقولك ان انا ممكن اشتري جاهز جدا وسهل بالنسبالي وهنقول برضو هو هو نفس التكلفة يعني انا مش بقولك في البيت هتوفري لا بالعكس هي هي يعتبر نفس التكلفة بس في البيت هيكون انضف بالسمنة البلدي كمان هقولك على حاجة انت بتصنع زكريات في زاكرة اولادك يعني زي ما احنا برضو كنا بنقول يا ايام الخير وايام الجمال ايام زمان كانت ام تلمنا هي وجدتي حواليها ونعمل الكحك ومش عارفة فانت في زمن السرعة وزمن ما بقاش في حاجة الطفل يتبقى في دماغه غير اللعبة بالتليفون وتفرجع الكرتون وان انت عايزة تنجزي فاروح يابني يلعب بعيد والكلام ده لأ خلي جنبك زي ما احنا كان اهلينا بيعملوا معينا اصنع عليهم زكريات تعيش معاهم فيما بعد الانسان بيروح والزكرة تدوم تمام فانا بعمل في بيتي زي ما انا كنت متعلمة في بيت اهلي بحاول اصنع لولادي كده زكريات اه تفرحهم ويه حاجات تعيش في زكرتهم ويبقى عندهم كده ايام فاهمين امي كانت بتلمنا حواليها امي كانت بتعمل زكريات حلوة احلق يعني بيتهالي الزكريات دي مش بتتزرع في مخ طفلك بالفلوس ولا باي حاجة تانية هي بتتزكر بان انت تخليه يصنع معاك الحاجة حتى لو يغلبك شوانا هايزة اقولك ان يونس كان شوية وايجلتني شوية حرفيا وهيجلتني بس خلاص بقى شوية ازعق له وشوية اعديله وشوية اقوله لا كده غلط ومش عارفة ايه يلا تمام خير ان شاء الله ربنا يحفظهم ويحميهم وهنا طبعا كان زياد معنا بس الزياد هو اللي كان بيصورني تمام كان بيصور حبة ويعمل سطوب ويجي ايه ويعمل معايا وهنا كده بقى يا بنات ده كده الكحك بعد ما آآ آآ عملناه ويشكلناه ويحطناه في آآ الصواني بتاعتنا بالشكل ده هنا عاملا بالبصامة وهنا كمان عاملا بالمنقاش الحاجة اللي انت حباها اعمليها شغلت الفرن بتاعه على درجة حرورة 180 الكحك مش ياخد معاكي جوه الفرن حوالي عشر دقائق ربع ساعة حسب الحموة بتاع الفرن بتاعك شغلي المروحة بتاعت الفرن عشان تخلي الفرن كله الكحكاية كلها مستوية انا بساوي الكحك بتاعي في البيت ما بودهوش برا تمام ويكا حكاية بتطلح حلوة جدا وعايز اقول لكم بصوا كده وركزوا قوي بصوا الكحكاية شكلها دايب يعني الدوابان نفسه باين بصوا بقى لما دوس عليها مش هتستحمل قصا ايدي لما دوس عليها عايز اقول لكم ان هي انعم من الغريبة كمان والله العظيم الكحكاية بسم الله ما شاء الله كل سنة وانتوا طيبين ويا رب يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير ويه دي كمية دي كمية تلاتة كيلو من الدقيق انا طبعا سبتها طبرة خالص ويه تاني يوم يعني انا هوت الكحكا خالص في الصينية الكبيرة دي وتاني يوم مش في نفس اليوم ولا يكون سخن تاني يوم سبيت هوى براحته وتاني يوم جبت العلبة دي اه دي علبة نجيفة ومعقمها ونشفة جدا ما فاش ولا نقطة مية تمام وبعد كده هنقول بسم الله ونرصص الكحك بتاعنا فيها علشان يبقى تمام كده وبعد كده تروحي مغطية لعلبة وكل ما تعوز تطلعي وكل ما تعوز تطلعي ولا العلبة دي بتشرب السمنة ولا اي حاجة حاول تحط الكحك بتاعك في علبة بلاستيك نجيفة زي دي كده بالظهر ويجميع ان شاء الله البسكوت بقى والغريبة والبوديفور اكتبولي بقى انتم عايزين الوصفات التانية ولا ايه لو الفيديو ده جاب لايكات كتير وكمنتات حلوة كتير وشيرتوا الفيديو ان شاء الله عمل لكم كل الوصفات هنا بقى ايه ما استحملتش طبعا كده كنا بعد الفطار تمام فانا بقى ما استحملتش قلت لأ والله لازم ادوء الكحك الجميل ده واعمل جنبه كده كبات كبات شنو ايه في جلبك والله في جلبك جبت بقى كده الكحك وحطيت عليه سكر وعملت كبات كبات شنو كده ايه في الجلب الكبات شنو ده يجي محقق جد قطر تمام وهنا البتاع اللي انا بروش عليه ده برضو شوكولاتة جاية ايه برضو مع الكبات شنو حجة قطر واحلى شوية كحك بجد والله العظيم يستهلوا وبقوكم والله بحبكم جدا واتمنى ان انتو تحطوا لي اللايك ومن تتبخليش عليها لاني اللايك بيعليلي الفيديو وكمان لو شيرتش نكمل بقى المئة الف يا جماعة مش معقولة كده يا جداين مش معقولة كده بحبكوا قوي قوي ويا رب يكون الفيديو عجبكو كان خفيف قوي على قلوبكو استودعكم الله الذي لا تديع وديعه السلام عليكم ورحمة الله